طريقة تسجيل في شركة دي اكس اين بلا ما تحتاج يسجلك شي واحد. تسجل بوحدك ومن موقع ديال الشركة. انا عبدالطيف قائد في شركة دي اكس اين. غادي نبدأ ان شاء الله غادي تلقاه واحد الرابط اسفل هاد الفيديو. غادي تكليكي وعليه غادي يعطيكم مباشرة هاد الصفحة الرسمية ديال الشركة. غادي تقرأوا هاد الاتفاق يا اللي بغيتو. غادي تهبطو تل تحت وغادي تكليكيو على لقات قرأته وافهم. باش يعطونا غادي نعمروا المعلومات ديالنا. دم كما تشوفو هو الموقع الرسمي ديال الشركة في اول خانة. كنكليكيو. كنقلبو على البلد ديالنا. غادي نلقاه هناك اكثر من ميتين دولة. غادي نقلبو على المغرب. كل واحد بالنسبة الناس اللي كيتسجلوا براء المغرب. غادي تقلبو هنا يا على البلد ديالكم. ولا تنس المغربة اللي كينين في دول اخرى. غادي تقلبو على دول الاقامة ديالكم. هنا غادي نلقاو رمز الراعي. نخليوه كما هو. لي ملقاش يكتب اذاك الرمز. اه بالنسبة الاسم ديال الراعي كتكتب اوتوماتيك في السيستيم اللي كنديرو الرقم ديال العضو. هنا كنجيو كنكتبو الاسم الكامل ديالنا. السيستيم كيكتبو واخد ديالو مانيسكول مهم السيستيم كيديرو يعني الاسم والنسب. هنا كنديرو الجنس واش داكر ولا انتا. هنا كنديرو التاريخ الازدياد ديالنا. كنكليكو على الشهر كنقلبو على الشهر ديال الازدياد ديالنا هنا السنة. الخانة الاخرى اللي فيها ناسيونال ايتس كنكتبو رقم البطاقة الوطنية ديالنا. بنسبة للدول الاخرين كان دي كيقول رقم الهوية. غادي نكتبوها هنا يا كما كانت تكتب في الكارت ناسيونال. هنا كنخليو اه الشخصية كنخليوها فارغة لان مشي ديالنا دي كيني الدول الخرين اللي كيطلبوها منهم. هنا كنقلبو على اه الجنسية. كنديرو تاني مغربي. رقم الهاتف كنخليوها زائد ميتين وطناش كيعطيع لنا سيستيم اوتوماتيك. هنا كنكتبو ما كنديروش صفر وبالنسبة للناس اللي عندهم سبعة كيكتبو سبعة مباشرة. يعني ستة كنكملو النمرة ديالنا. مثلا بحال النمرة ديالي سفر ستاز عشرين تلاتة وتلاتين تلاتة وتلاتين سمانية واربعين. هنا الباريد الالكتروني دي بغاء يفعل الحساب ديالو كيدير الجيميل ديالو الحقيقي اللي ما عندهش الجيميل ماشي مش كي يقدر تدير اي جيميل. هنا كنخليو الخانة الاخرى بالنسبة للعربية كنخليوها كنجيو العنوان كنكتبو العنوان اللي كيكون عندنا في البطاقة الوطنية ولا في الورقة ديالو ولا ديال ما. باش نسهلوا عليهم اللي غادي يجيبو لنا ديالنا. هاتنا غادي نكتبو المدينة رقم الشارع رقم الحي رقم اه اه مثلا الموبل طاج يعني كان نكتبو كل شي هناك. اه اللي هو اه الدولة ولا المقاطعة كان نكتبو الجيهة ديالنا. كتلك علاكة يعطيك الجيهة. تلمحة الناس ديال طانجا مراكش اي قادير. يعني ضربة كينين الجيهات. وهنا اه في المدينة كان نكتبو المدينة ديالنا. اللي ما عارفش الكود بوستال. كان نمشيو لجوجل كان نكتبو اه كود بوستال مثلا ديال طانجا. اللي ما عارش بالنسبة لبوستال ديال مدينة ديالك اهو تسعين الف ديال طانجا. كان نكتبوه هنا يا. احنا سلينا المعلومات الشخصية ديالنا كان نكليكو على استمر. اللي هي بالزرق. كانت سنوها شوية. هاو المعلومات ديالنا. حتى انا في المرحلة التانية ولكن مشيه دي المرحلة الاخرى كانت تأكدهم المعلومات ديالنا واش هما هادوك. كان ديروا لقات قراءة الشورط. كان نكليكي على ديك الصفرة كان دير تاني استمر. كان دير لهم اوكي. كيقول لك واش متأكد? كان يقول لي اا اه متأكد. كان نكليكيوا عليها باش يعطينا. القود ديال العضوية ديال. أم ابروك عليك وها هو القود ديال العضوية ديالك. يقول لك تهانينا لقد تسجلت عضوا في شركة دي اكس اه بالنسبة للناس اللي بغين يانستالوا هو الرابط ديال التطبيق ديال الشركة. بالنسبة للناس اللي بغين يفعلوا القود ديالهم انا غادي يوصلكم واحدة القود فيها ربعات الارقم في الجيميل ديالكم. هتجول هاد الخانة كتقول لهم انا غادي ندخل اول مرة. وغاد ديرتك القود ديال التفعيل. بالنسبة للتفعيل ماشي مشكلة مهمة عندك القود ديال العضوية. الناس اللي ما عارفينش اه كيفاش غايفعلوا القود ديالهم. توصلوا معي في هذه النمرة باش نفعل لكم القود ديالكم. ان شاء الله. مرحبا باي واحد اي وحدة من اي منطقة من اي بلصة من اي مدينة في المغرب والتبرة المغرب معنا في الفريق ديالي. والسلام عليكم ورحمة الله.